هي البداية كانت بمقطع فيديو تعليمي كان معايا نشفة في نهاية 2017 كان معايا الطفل خوية صغير بشير عمره ثلاثة سنوات كنت عندنا صالة في الدار تخيلي أنا وجدرت هي صالة أنا موهجوها الضياف أنا قدرت شغل خلفية يعني ما ولدت مكان لإستقبال الضياف ولدت استيديو خاص بي يعني وفرت الجو الملائم وبدأت نخدم في الفيديوهاتهم ولكن وجهة صعوبة كما أي صانع محتوى وكما أي مجال تدخله رح تلقى فيه صعوبات اللي هي صعوبات في عدم توفر العتاد صعوبات كذلك في عدم توفر الجو الملائم خاصة نحن معلقين الصوتيين نعتمد على الصوت فلما دي تسجل لازم يكون هدوء تام هدوء تام سمى الخضار يسمعه تسمعه والحيوانات اللي رأيج جيران تسمحها سمى هذه كل دخلة في الصعوبات بالإضافة إلى الصعوبات توفر العتاد فأنا في 2017 بديت أني ننشر عبر منصات تواصل اجتماعي بخجل تعرفوا أنه دايما البدايات صعيبة مبتدأ وكذا مازالت عندك أخطاء سواء أخطاء في اللغة العربية سواء أخطاء في كيف تقابل الكاميرا كيف تحكي للجمهور كذلك أنك تستنى الناس بيش تنتقدك لأنك مازال ما توثقش في روحك بيش تخرج نفسك للجمهور فهذه كل صعوبات في تلك الفترة نشطت واحد العام وبعد توقفت توقفت لأسباب أخرى يعني خاطئ للصعوبات هذه حاولت أني نطور من نفسي أني نوفر مثلاً مصدر رزق نسترزق به بيش نقدر نتفرغ لصناعة المحتوى هكاك أنا حالياً في 2024 ما زال متفرغت شمية بالمئة لصناعة المحتوى ولكن تقدم مالحوظ بالنسبة للسنوات السابقة وبالنسبة مقارنة بالسنة الماضية والسنة الحالية